طول عمري وانا بعيد عن نينتندو يعني وانا صغير ما كنت مهتمة باجهزتها وكنت مقضيها على البلاي ستيشن لان بصراحة ما كان عندي خيار غيره وما كنت اتخيل حالي اطلب من ابوي جهاز ألعاب ثاني المهم اني من فترة لقيت جهاز ويبسوق المستعمل ووديت له شخصي عدله ينزل لي ألعاب عليه وهون جربت ألعاب نينتندو لأول مرة طبعا اذا ما حسبنا ماريو الى الجهاز التقليد التعبان واكثر اللعبة عجبتني كانت زلدة توايلايت برينسس واستغربت له معرفة انها بالاصل كانت لعبة نازلة على الجيم كيوب بس بعد هاي التجربة رأيي عن الوي انه الجهاز مبالغ فيه ما تغير بصار عندي فضول اجرب اجهزة ثانية من نينتندو وقررت اخيرا اجرب اخر جهاز نزل وهو سويتش وكالعادي خلينا مبلش من الاول من بعد الجيم كيوب نينتندو اخذت طريق لحالها بمجال الالعاب وبدل ما تركز على التنافس مع سوني ومايكروسوفت ركزت على الافكار الجديدة واللي فيها ابداع زي الموشن في الوي اللي خلت الجهاز نجح نجاح جبار بس بعد الخسائر والفشل اللي صار للجهاز اللي بعده الوي يو نينتندو قرروا يستهدفوا شريحة اكبر مع السويتش واعلنوا عن السويتش باخر 2016 الناس هون توقعوا يفشل زي اخوه الوي يو بس بالعكس نجح بشكل مش طبيعي وباع اكثر من اي جهاز بنفس الفترة باع فوق المية واربعين مليون حبة وصار بالمركز الثالث لاكثر جهاز العاب من ناحية المبيعات بعد البي اس 2 والدي اس ولو سويتش ما نجح كان رح اكون اخر جهاز جنزل من نينتندو وبس هاي هي قسط السويتش حاليا مر اكثر من سبع سنين ع السويتش وصرت اشوف فيديوهات وتسريبات عن الجهاز الجديد اللي رح يجي بعده ومن زمان وانا حاب اتعرف عليه وقررت اشتريه بس هاي المرة فكرت اشتريه مستعمل لانه في حال ما اعجبني وفكرت ابيعه ما اخسر فيه كثير بدأت ادور على الجهاز وبعد شوية لقيت واحد عارض جهاز بالكارتونة من نوع الوليد وسعره كان كويس الجهاز اجاب دون سترابس اللي بتركبوا على الجويكونز وحكا لي الشاب انه اخوهم ضيعهم وقلت له الله يسامحك هذول اهم اشي بالسويتش وهو اعطاني نظرة انت اكيد بتمزح وبالاخر عمل اللي خصمي منيح واخيرا صار عنا سويتش وخلينا نعمل انبوكسنج اول اشي الجويكونز وهي سويتش من الخلف عليه شويت وسخ وبدو تنظيف وهي القطع الغريب عشان تصير كنترولر وهي شحن الجهاز تايب سي واخيرا الدوك اللي بشبك الجهاز بالشاشة وبشبك له نت وبشبك له يو اس بي القاعد عليها ستيكرز وحبيت اخليهم لاني اتكسلت افكهم وع العموم شكلهم حلو ومقبول لا هم مفراشات ولا قلوب حب اول ما مسكت الجهاز شفته كثير صغير وطلع غير عن الصور ركبت الجويكونز مكانهم وهيك اكتمل مع الشكل وضليت فترة صافة انو اتأمل فيه لاني كنت مفكره اكبر وولا مرة شفته على الواقع من قبل وبدت استكشف الجهاز عشان اعرف كل اشي فيه مدخل الشحن التايب سي زر الباور ازرار الصوت فتحة التهوية السماعات ومدخل الجيم كارد مسكت السويتش كانت بالنسبة اللي غريبة ومش مريحة والازرار كثير حجمهم صغير وحاولت افك الجويكونز من مكانهم زي ما كنت اشوف بالفيديوهات بس ما كانوا ينفكوا وبعدين استوعبت انو فيه زر خلف الجويكون لازم تضغطه عشان يفك معك يعني الله سطر الجهاز كان عليه لعبتين مهمات اللي هم ماريو اوديسي بالنسبة لماريو اول اللعبة كنت مستغرب منها لانها اول لعبة ماريو 3D جربتها وكنت اتذكر ماريو على تصوير 2D القديم تبع زمان وكان معلق معي بأولها بس بعدها تعودت على العالم وانتعرفت على الامبيسيز واستوعبت انها ماريو واكثر ايش عجبني هو طاقية ماريو اللي بتقدر تضرب وتسحب عملات فيها وحتى بتخليك تتلبس الكائنات وتستغلهم واللعبة كل اشي فيها كيوت واكيد قصة اللعبة عن انقاذ الاميرة الهاملة الداشرة اللي دائما مخطوفة وما احد عارف يضبها اما زلدة خلتني انبهر واعرف اني كنت مضيع على حال كثير لاني كنت مفكرها منفوخة من كثر الناس ما بتحكي عنها عالم اللعبة كبيرة بشكل مجنون وكنت اضيع فيها بس بعدين صرت استعمل الماركرز واعلم كل اشي مرات عليه زي معركة او ام بي سي او حتى بوس وعجبني اني بقدر اخذ اغلب الاشياء اسلاح والقدرة على استغلال الموارد اللي حواليك كانت خرافية لانها بتسمحلك تصنع اشياء تساعدك وتسهل عليك الرحلة زي المركبات مثلا والتنوع بالقتال كان يلغي اشي اسمه ملل او تكرار بس الدروب فريم كان حاضر وما كان يرحم من الاخر زلدة تحفة فنية مش لعبة وتستاهل تشترى سويتش عشانها وبعد اسبوع قلت لحالي ليش ما اشتري له الالعاب ثانية لانه اكون محدود باللعبتين عالجهاز في هاي مشكلة ورحت اسأل عن الالعابه بالمحلات وياريتني ما سألت وطلع سعر الالعاب فلكي كثير غالي وحست حالة ورطت فيه لانه اقل ابلاجتها بالسوق بخمسين دينار يعني حوالي سبعين دولار وكان لازم اعرف هل ممكن السويتش يتعدل او لا لانه التعديل كان املي الوحيد عشان اتعمق بالجهاز وتكون تجربتي احسن بدون مؤطر بيع الكلاوي وبعد بحث بسيط طلع السويتش بتعدل وعلى عكس ما توقعت الموضوع تلعي مش سهل فسألت صديق الي اذا بعرف حدا او محل بعد السويتش وتلعي بعرف واحد خبير بس محله كان كثير بعيد عني يعني زي ما يكون انا بالشرق وهو بالغرب بس ما اهتمت نهائيا وبعدها اخدت السويتش ورحتله وعطيته الجهاز وقلت له نزلي العاب على زوجك واول اش عمله ان ركب له ميموري 500 جيجا واكيد حسابها كان غير اجار التعديل والصدمة انه اجار التعديل كان 70 دينار يعني 30 ميموري و70 تعديل 100 دينار يعني مبلغ جدا فلكي وانا وقتها حرفيا اتفرت وكملت لاخر الشهر بالعافية بعد التعديل الجهاز صار فيه نظامين او يعني طريقين للتشغيل الطريقة الاولى اللي هي العادية اللي بتدخلك على المتجر وبتلعب الالعاب اونلاين والطريقة الثانية بتدخلك على التعديل وفكرت انه رح ينزلي شوية العاب بصرعت كمية العاب مجنونة اغلب العاب زلدة واغلب العاب ماريو هاكورت ليجاسي Red Dead Redemption و It Takes Two Resident Evil و Assassin's Creed وبرينسوف بيرشيا وكثير الالعاب وكلهم الالعاب قوية يعني مش سهلة المبلغ مقارن بكمية الالعاب اللي نزلوا عليه ما بيشتروا العبتين اصلا يعني لو بدي اشتري كل هذول الالعاب رح يكلفوا ثروة كبيرة ولازم اكون واحد من الطبقة المخملية وحبيت اجرب الجهاز على الشاشة زي الكونسول وروحت طلعت القاعدة وطلعت مليانة غبرا وكان لازم انظفها قبل ما استعملها ولما رحت ادور على كابل HDMI بالكاميرا صورت اش غريب وبعدها شبكت الكوابل وشغلته وما بنكر انها الميزة بالسويتش كثير رهيبة وفي اش لازم احكي عنه وهو اغرب وابشع اش بالجهاز هاي القطع اللي بتحول الجوي كونس لكونترولر يا اخوان اش كثير سيء شفت شكلها كانا حشرة مش كونترولر وممكن تحكيه لي عادي مش مهم الشكل بس حتى لو انسيت الشكل المسكة بتظل سيئة ومش مقبولة بالنسبة الي وخيار البرو كونترولر او اي كونترولر طرف ثالث شفته احسن بمئة مرة بالاول جربت دونكي كونج على وضع الكونسول وكثير استمتعت فيها اللعبة نزلت على وي يوم من قبل وبعدها نزلت على سويتش بنسخة ريماستر المراحل والخلفيات والمناظر كانت كثير حلوة ومريحة للعين وفي تنوع كبير بالجيم بلاي ما خلانا يحس باي ملل اما اللعبة اللي بعدها واللي ما توقعتها تشتغل بأداء كويس هي Red Dead Redemption اللعبة بالاصل نزلت على بلاي ستشن 3 والإكس بوكس 360 ونزلت للسويتش في 2023 يعني تعتبر اللعبة جديدة على سويتش وخليني أحكي إنه مش بس الجرافيك فيها عجبني وكمان طلع الأداء وليفريمات أحسن من الأجهزة الأصلية ومستقر أكثر واللعبة الكثيرة تحمست أجربها على السويتش هي Hogwarts Legacy هاي اللعبة نزلت للجيل الجديد بس الجماعة قرروا يعملوا المستحيل عشان يشغلوها على السويتش وواضح إنهم تعبوا كثير عشان يشغلوها على الجهاز بس للأسف لأنه كنت أشوف تأخير بالرندر للصورة في بعض الأماكن وزيد عليهم إنه التفاصيل معدومة بالمرة على الوضعين الكونسول والمحمول والبيكسلات مبينة بكل مكان وحسيت إنها لعبة من جيل البلاي سيشن 3 مع إنها لعبة جديدة والتجربة بصراحة كانت كثير سيئة وكمان جربت ماريو كارت 8 اللعبة فيها كثير شخصيات أغلبهم من ألعاب ماريو وفي منهم شخصيات من ألعاب ثانية من ألعاب نينتندو زي لينك من لعبة زلدة وجربت اللعبة سينجل بلاير ضد الكمبيوتر وهالإشي كان غلط لأنه هيك ألعاب لازم تلعبها مع حدا من أصحابك أو أخوانك مش مع الكمبيوتر واستغربت لما عرفت إنها بالأصل لعبة وي يو وصرت أفكر إذا كانت أقوى ألعاب سويتش جاي ريماستر من الوي يو فليه الجهاز الوي يو فشل؟ هالسؤال كثير حيرني أما بالنسبة للجهاز نفسه شاشة الجهاز شفتها حلوة وألوانها رهيبة بكل معنى الكلمة بس الريزلوشن كان تعبان وللأمانة هالإشي ما كان كثير واضح بألعاب ننتندو بس لما كنت أحول على ألعاب الطرف الثالث يعني الألعاب المش حصريات الريزلوشن هون بصير تعبان اتوقعت إن البطارية تكون قليلة وتخلص معها بسرعة زي باقي الأجهزة المحمولة بس اللي فاجأني إنها كانت تكمل معي فترة منيحة والسبب على الأغلب هو الهاردوير الضعيف اللي ما بيستهلك كثير كهرباء نعم الأداء في الجهاز ضعيف وخاصة ما آخر ألعاب نزلت عليه بس واضح إنه ننتندو حربوا السويتش لآخر نقطة ومن الآخر شفت السويتش لحصريات ننتندو فقط وإذا أنت فاضح حاليا شوف هالفيديو عن جهاز الوي